أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار دعم الدولة لشركات الدواء لتحقيق أهدافها المرجوة فيما يتعلق بتطوير صنعة الدواء داخل السوق المصري وتوفير الدواء بأعلى كفاءة وجودة للمريض دواء بأسعار مناسبة وخلال اجتماعين عقده مع رؤساء مجلس إدارات الشركات التابعة لمجموعة فارما جروب أكد وزير الصحة أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ تكليفة الرئيس عبدالفتح السيسي لدعم توطين صنعة الدواء وتشجيع الاستثمار في صنعة المستحضرات الدوائية والمستلزمة الطبية وتزليل أي تحديات توجه الصنعة المحلية بما ينعكس على توفير الدواء بجودة عالية وأسعار عادلة تلبي احتياجات المواطن